بلغ عدد السياح الذين زاروا مدينة مادبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 276 ألف سائح غالبيتهم من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وقال مكتب سياحة مادبة إن جبل نيبو احتل الرقم الأعلى بعدد الزوار وتبعه كنيسة الخارطة ومركز زوار مادبة وكنيسة الرسل والمتنزه الأثري وكنيسة مكاور حيث سجل السياح خلال جولاتهم في هذه المواقع انطباعا رائعا عن مكانة الأردن الدينية والسياحية